السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو اليوم عبارة عن ترميم للأساس المقصور زي ما انتم شايفين كده سواء حالته كانت على الشكل الخشبي زي ده كده او كمان كان مدهون وان شاء الله هتلاقي معي افكار عبقرية في الفيديو ده تابع معي الفيديو للاخر اول حاجة هنسمل لو هنبتدي كده دي كانت تقطوقة كنت انا شريها على عبها كده فيها الكسر ده جيت عملت عليها معجون ابيض علشان اداري كل الدفوهات اللي كانت فيها وكان الجزء ده مكسور بس انا دلوقتي حسيت ان القرصة بتاعتها من تحت يعني مش قوية او مش متينة بتتهزز معي كده فهسبتها الاول بالدباسة وبعد كده هحس ان الدباسة برضو ما ثبتتهاش كويس فهعملها بمسامير والشاكوش اتمنى يكون الفيديو النهاردة مفيد لكم وان شاء الله على العيد اللي عنده اي حاجة عايزة تتزبط يقدر يزبطها بمنتهى السهولة انا قصريت ان انا نزل تجميع من الفيديو ده على بعضها كده علشان كل اللي عنده مشكلة في اي حاجة موجودة عنده يقدر يحلها قبل العيد ويجددها قبل العيد انا هنا بثبت بالمسامير بالشكل ده ده المسامير حوالي تلاتة سنتي وبعد كده هزنفر المعجون اللي انا عملته ده بصنفره مية وعشرين للاخشاب هزنفرها كلها من تحت ومن فوق من الجوانب لحد ما تنعم معي علشان اعرف ادهنها لو عايزة تستغني عن خطوة المعجنة دي او المعجون مفيش مشكلة خالص بس انا علشان كنت شريها فيها عيوب انا كنت شريها بحوالي تلاتين جنيه على عيوبها دي وطبعا ما كلفتنيش اي حاجة لان انا عنده دهنات واللي امتابعيني في القناة عارف ان انا عنده دهنات فتحها من زمان وباشتغل بيها لحد دلوقتي ومحافظة عليها في علبة وقفل عليها الصنفره بتفرق جدا في الخشب وبتخلي الملمس بتاع الخشب حلو جدا وناعم معاك انا كان عندي تقطوقة على دهان بني دهان تاهية كمان باللون الابيض بس للأسف المقطع ده تحزف من عندي من التليفون ودي على الخشب اللي بيض زي ما انت شايفة كده بس طبعا اللي على الخشب البني سهلا هي تدهن بتدهنها وشة او اتنين بكتير جدا وبترجع للشكل اللي انت عايزاه لكن طبعا الخشب بيحتاج مجود شوية هنا بقى انا جبت غيرة غيرة بيضة علشان الزق الجزء المكسور وبعد ما لزقه وخلصه برضو هعمله بالدبابيس من تحت هسبتها بالشكل ده كده شوية صغيرين وبعد كده هسيبها تنشف ويفضل انت تحطيها في الشمس علشان الغيرة بتحب الشمس لان الغيرة بتنشف كواس جدا وبتدي درجة صلابة عالية لو تحطت في الشمس بعد كده جات مرحلة الدهان هدهن الاول بيديه تون اللي هو طبقة مط داخلية للخشب وده كانت الجلون ده كله كان عامل خمسة وعشرين جنيه بس طبعا معرفش الاسعار وصلت لفين دلوقتي وهبتدي اديها طبقة داخلية الاول قبل ما حط اللاكيه اللامي عليها استخدمت في الاول الرولة بس ما حسيتش ان هي جابة معي النتيجة كويسة علشان التانيات اللي موجودة في التقطوقة فهريشها كده بالفرشة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان تجيب لي كل الاجزاء اللي هي فيها تانيات بالشكل ده كده هدي طبقة اه واحدة من الديتون ده وبعد كده هدهن باللاكيه اللامع لو كنت ده هنتكملت بالرولة ما كهتش هتقدر تجيب لي التانيات اللي موجودة في تفاصيل التقطوقة اشتركوا في القناة وده الشكل النهائي بعد الطبقة الاولى من الدهان كمان ده انتهى من تحت بالشكل ده وفي طبعا هديها وش صنفرة بعد الدهان الاولاني كمان الصنفرة طول ما انت بتدي وش للصنفرة كده طول ما الحاجة بتبقى لمعة وكويسها معاك وما بيكونش فيها اي دفوهات نهائي بعد ما نشفت من الطبقة الاولى بديها طبقة الصنفرة دي بعد كده هبتدي استخدم الجي ال سي اللي هو الباكين سنتال وده الطبقة اللامعة الاخيرة شايفين الدهانات لسا عايشة معايا لحد دلوقتي لان انا بجيبها كده بغطيها كويس وبحطها في علبة بلاستيك من الكبيرة اللي هي بتاعت حفزة العيش وبحطها بالشكل اللي انتو شايفينه ده بتطلع معايا من اول نقطة لاخر نقطة ما بتنشفش وما بحصل لاش اي حاجة هاجي كمان كده وادهنها بالطبقة الاخيرة وده هتحتاج طبقة واحدة بس لان احنا طبعا عملناها وده كان شكل التقطوقة معايا بتهيالي شكلها اختلفت تماما عن الاول بكتير جدا تاني فكرة معايا ده استندي كده بتاع الحمام كان عندي حالته زي ما انتو شايفة كده مصدي ومتبهدل بس طبعا علشان هو كان متين وكان غالي فبالتالي حبيت ان انا دهنه ومشتريش غيره يعني فهاجيب بديل للصنفرة السلك الالمونيا علشان يشلي طبقة الصدى اللي عليها الاول لان طبعا لو انا دهنت على الصدى ده هيتقشر وهينزل الدهان تاني هسنفرها كلها بالشكل ده كده بالسلك الالمونيا وبعد كده هبتدي ادهن برضو بلاكيه بس هيكون نوع تاني غير اللي انا استخدمته كانت عبوة صغيرة كده كنت جايبها للحاجات دي فيها دهنها بها ان شاء الله شايفين كمية الصدى اللي نزلت منها النهار ده كل الحاجات اللي عندك بايزة في قلب البيت هتقدر ان انتي تجدديها وتزبطيها قبل العيد ان شاء الله وباذن الله الفيديوهات اللي جاية كلها هتكون عبارة عن ديكورات من اعادة التدوير تقدر تستقبل بيها العيد باذن الله بشكل حلو جدا في البيت وفي نفس الوقت اقتصادي هنا انا سنفرتها كلها لحد ما الصدى كله نزل بالشكل ده دهان الصغير اللي انا بتكلم عنه دي كانت عبوة صغيرة كده كنت جايبها للحاجات اللي هي فيها معادن والكلام ده كله بدل ما استخدم الجي ال سي اللي هو ايه الغالي طبعا الفرشة ما كانتش احسن حاجة معي فابتديت ان انا استخدم الاسفنجة بالشكل ده بتتبع فيها طريقة الطبطبة والتانيات والزوايا بالشكل ده انا بجيبه بالفرشة هدي هنا طبقتين اتنين بس طبعا علشان تدهيني طبقتين لازم الطبقة الاولى تنشف كويس جدا وبعد كده تبدهيني في الطبقة التانية بعد ما نشفت معي هزينها بالجبير ده وهنا كنت عاملة في يومكات صغيرة بخيط مكرمية هحطها بالشكل ده برضو كده نوع من انواع التزيين وهحط عليها انصاف من اللولي وده شكلها النهائي بعد ما حطيت عليها التزيين وكمان ده انتهى شكلها اختلف تماما اتمنى طبعا الافكار اللي انا بقدمها النهائي ده تكون عجبتكم جبت كمان البولات دي وحطيت فيها السابون والاكياس بدعة الشامبو وزبطها كده وحطيت فيها الفواط اللي انتو شايفينها دي بعد كده الفكرة دي فكرة حلوة جدا وفكرة عبقرية فعلا ان ان انت ممكن باي قطعة خشب بتكون عندك تقدر تنفيذي اي قطعة دكور سواء طبلو او سواء صنية الفكرة اللي انا هعملها النهاردة تمشي للاتنين معايا كمان عود الخشب ده كنت باشتريه بعشر جنيه عود كامل قطعته بزوايا بالشكل ده كده وهبتدي ان انا سبته في الاجناب بتاعة قطعة الخشب اللي موجودة معاي زي ما قلت لك تقدر تستخدميه كطبلو تقدر تستخدميه كصنية الفكرة تمشي للاتنين هاجي بالغيرة كده وهبتدي ادهن بالغيرة القطعة الخشبية دي وهلزقها على اطراف الابلكاشة اللي هي الاولانية بالشكل ده وطبعا بعد ما بثبت بالغيرة بدي كمان مسامير كده كنوع من انواع التثبيت الزايد وهكمل الاربع جوانب بالشكل ده كمان جيت في الزوايا كده وهحط غيرة عشان نسبتها كويس وهاجي من تحت وهدق فيها مسامير وده كان شكلها بعد الغيرة ما نشفت معي شايفين حالة الخشب مش احسن حاجة وفي نفس الوقت انا بوريكي هنا المسامير اللي انا سبتها بيها وطبعا اي كطعة خشب ممكن تنفع للفكرة دي بعد كده جبت دهان آآ شوية كده من اللاكيه وهبتدي ادهنها انا هنا دهنت باللاكيه اللامع على طول لان طبعا مش هتاخد مني آآ دهان كتير فانا ابتديت باللامع على طول وده كان شكلها النهائي جبت ورقة مطبوعة من بنترست وهبتدي ألزقها والدهان لسه منشفش كده على الصينية او على الطبلو اللي معي وده شكل النهائي لها لو عملنا لها تعليق هتنفع طبلو لو سبناها كده تنفع صينية بس انا حب شكلها اكتر على انها تكون طبلو هنا بدي طبقة ورنيش مائي للورق اللي معي علشان يدي طبقة حماية عليه وطبقة عزلة في نفس الوقت وبكده تكون الفكرة التالتة خلصت معنا اتمنى طبعا ان هي تكون عجبتكم وتكون افكار اقتصادية وسهلة تقدر تنفيذيها بمنتهى السهولة ده كمان الخشب اللي امتمعني في القناة كان عارف قصة الخشب ده الخشب ده كنت انا عملت بفات لقعدة في الصالة كده على الدينة صغيرة كده وطبعا لما جات عالية البفات دي كانت جاية عالية جدا علوه اكتر من 10 سنتي فاحنا قصينا الجزء ده من الارضية من تحت وانا وديته لنجار عمل فيه الرسومات دي من جوه يعني كان الاطار من بره هو اللي موجود وودته بقى اعمال لي يعني ايه الخشب اللي انت شايفه زيادة في جوه ده او الرسمة الزيادة اللي جوه دي وبعد كده دهنته وكمان عملت البوكسات دي كانت برضو بخشب قديم عندي وودتها للنجار قفلها بالشكل ده كده علشان طبعا كنت محتاجة ان انا قصها وكانت طبعا الخشب الجانبي ده كان رؤيا فما كنتش عارف اتحكم فيه خالص وعملت البوكسات التركي اللي انت شايفها دي وعملت كمان بالخشب القديم اللي طلع متهدر من البفات عندي بقى زي ما انت شايفة كده عملتها على هيئة طبلهات او ارفف موجودة على الحائط وطبعا زي ما احنا عارفين ان هي غالية جدا هنا اديت طبقة ديتون وبعد كده هدي طبقة لكي لامع في الاخر اللي هو الباكينسينتال وعملت اللون الاخضر بنقطة من الجي ال سي المركز اللون الاخضر مع اضافة نقطة كمان من اللون الكحلي او اللون الاسود ودي بقرة من بتاعة الاسلاك كانت عندي حد هنا برضو باللون الابيض زي ما انت شايفة كده ممكن احطها في ركن الشاي وحط عليها اا الفناجين او الموجات بتاعة الشاي يعني تقدر تستخدمها في حاجات كتير وده الشكل النهائي اللي هم بعد ما انا دهنتهم بالشكل ده كده سواء الارفف اللي هتتعلق على الحائط او سواء البوكسات اللي هي البوكسات دي كمان انا هعمل لها تزيين ضفته لكم كمان في الفيديو على اساس ان انت تشوفي كل الشكل النهائي واصل لفين وده برضو البوكسات دي انا مستخدمها واحد فيهم للبهرات ومستخدمها واحد فيهم للادوات الكهربائية وعندي واحد تالت صغير باللون الروز بستخدمه في ركن الشاي هنا انا جبت مجموعة من الورود كانت متخضرة عندي وهبتدي ان انا ازيينها بالشكل ده انا زينت ده بالفعل اللي هو اللون الافيض وهزين معاكم اللي هو اللي باللون البستاج هبتدي بالاول بالفروع الخضراء هلزقها وسبتها وبعد كده احط عليها الورود زي ما عملت في ايه الجزء في البوكس التاني بالشكل ده بس طبعا كل واحد وكان له تزين وكل واحد وكان له الوان معينة واشكال صغيرة من الورد برضو استخدمتها في اللي هو اللون البستاش كلها حاجات سهلة ومش مكلفة خالص وزي ما انت شايفها شوية ورود متهضرين عندي وهزين هزين بيه هزين بيها وفي نفس الوقت كمان هتشوفيها هتطلع معايا شكلها عامل ازاي هبتدي الاول بالفروع الخضراء بحطها زي بطانة كده للورد بتدي شكل حلو جدا وفي نفس الوقت شكلها زي الجهز بالزبط وكفاء ان انت تكون اعمل الحاجات دي كلها باديك في البيت دي ساعدة تانية في الجنب ده انا مش هزود اي حاجة غير واحدة بس وردة كده ويبقى انا عملت الجنب ده لان قلت لكم ان انا هعمل تزيين مختلف عن البوكس الاولاني هضيف هنا كمان آآ زرع من الاغضر ده ده بيبقى فرع كبير وانت بتقطع منه زي ما انت عايز وهبتدي ان انا حط التلات وردات اللي هما باللون السيمون بالشكل ده ودي كمان قطع من الزرع على على شكل افويت احطها بالشكل ده كده موسيقى اشتركوا في القناة وهنا هطعم كمان بورود صغيرة من الأفوايد بالشكل ده وبكده يكون تزين البوكسات ويعملها من الألف للياء موجودة في الفيديو ده تقدر ان انت تستفاد منه وتقدر تنفيذ الفكرة بمنتهى السهولة ده الشكل النهائي للبوكس ده ودي كمان الأرفف اللي احنا عملناها للحائط عملنا اتنين لازقين في بعض بالشكل ده كده وعملتها في الصالة طبعا القرفف الدكورية دي بتتباع غالية جدا لكن انا زي ما انت عارفة انا جبتها من زي ما بنقول كده ربا ضرة النافعة الزيادة اللي كانت في الخشب عندي في البفات عملتلي الحاجات اللي انتو شايفينها على الحائط دي او الطابلوهات دي هحط فيها تزيينات من اللي انا كنت عملتها قبل كده في القناة وان شاء الله باذن الله هنزلك بمتجميع حلوة جدا هتفيدك جدا في شغل العيد باذن الله في الفيديوهات الجاية حبيت انزل الفيديو ده النهارده بحيث ان انت تستفادي منه وتصلحي اي حاجة تكون عندك في الاساس القديم مكسورة او محتاجة ترميم فتستفادي من الفيديو وان شاء الله باذن الله تكتبي لي في التعليقات اي فكرة من الافكار اللي انا عملتها النهارده عجبتكم وان شاء الله باذن الله تخرجي مستفادة من الفيديو دي مبخرة برضو كنت لو انتهى بقل لك ايه ودي كنت عاملها في القناة مفيش اي حاجة جهزة غير العجلة اللي فوق دي والبرطمنده برضو كنت عاملها في القناة دي علبة انا حط فيها دبابيس وممكن احط فيها الفضة وده الكستر اللي كنا عملناه في الفيديو السابق بالاستوانا وده طابلو كنت انا عملته لتعليق المفاتيح كل دي 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 كرات عملناها بادينا وموجودة الفيديوهات دي موجودة تقدر تغذي لفها كده في القناة وان شاء الله هتلاقي ما يسرك اتمنى طبعا ان الافكار اللي انا قدمتها في الفيديو النهاردة تكون عجبتكم ما تنسونيش ابدا من صالح دعواتكم ما تنسونيش دايما من اللايك علشان الفيديو يوصل معي الاكبر عدد من الناس استوضعكم الله دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته